وللحديث عن الأزمة الاقتصادية في العراق وفشل حكومة بمعالجتها وتوجهها بدلاً عن ذلك لاستقطاع رواتب الموظفين ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي أهلاً ومرحباً بك دكتور أهلاً ومرحباً بكم دكتور صباح يعني ما هي أسباب فشل حكومة الكاظمي بمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعراق حقيقةً حكومة الكاظمي كما جاء في تقريركم أنها جاءت على أزمات وتراكمات خانقة لأي نوع من أنواع الإصلاح الممكن البدء به خصوصاً وأن الكاظمي لا توجد لديه قاعدة سياسية أو حتى جماهيرية تعمل على حمايته أو على دفعه باتجاه اتخاذ إجراءات وإصلاحات حقيقية تجاوزاً للأزمات المتراكمة منذ 2003 ولغاية اليوم ومنها الوضع المالي الخطير الذي يعيشه العراق حقيقةً ليس فقط بسبب كورونا أو انخفاض أسعار النفط وإنما السوء الإداري وتوسع قاعدة الفساد المالي والإداري بدعم من قبل الأحزاب الحاكم هذا هو الذي سيعاني منه الكاظمي في احتماليات الفشل قد تكون واردة في الأشهر القادمة أو حتى نهاية هذا العام لذلك اللاحظ معاناة الشعب العراقي ليس في مسألة دفع المرتبات وإنما الوضع الاقتصادي العام والوضع الأمني والوضع السياسي والعسكري إقليمياً ودولياً في العراق بشكل خطورة كبيرة جداً تعطينا نتائج لا تدلل على أمكانية الإطلاع لكن ألا ترى أن الحكومة بدلاً من أن تتجه لحل الأزمة قامت بمفاقمة الوضع المعيشي عبر السهداف الفئة الأضعف بالأساس في العراق هنا نتحدث عن شريحة الموظفين حقيقة ما يحصل كل الحكومات التي جاءت بعد 2003 ولغاية الآن تستخدم أسهل الطرق في حل أزماتها بالاتكاء أولاً على المواطن العراق ولذلك اللاحظ أسهل الطرق أيام حيدر العبادي هو الاتجاه في استخدام القروض الداخلية والخارجية لحل الأزمة عندما انخفضت أسعار النفط إلى دون الثلاثين تقريباً في وقتها وحالياً أيضاً هناك توجه لعمليات الاستقطاع من الموظفين متناسية هذه الحكومة عمليات الهدف والسرقة وعمليات النهب لكل الإيرادات التي هي خارج إطار النفط ممثلة بالقمارق والحدود والمطارات والنقل وأملاك الدولة والإيجارات والضرائب وغيرها كل هذه لا تشكل لا تشكل عائق كبير جداً إذا ما تم جمعها ستكفي عملية إعطاء المرتبات في وقتها والتي تقدر بحدود حوالي 12 مليار دولار سنوياً هذه لم تعر لها الحكومات السابقة وما زال لغاية الآن حكومة الكاظمي حقيقة لم تتحرك بهذا الاتجاه كي تتوجه بشكل صحيح في التخفيف عن عملية استقطاع مرتبات من المواطن العراقي السؤال الأهم هنا دكتور هذه الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق هل هي وليدة اللحظة إن كانت جواب لا من الذي أسهم في دخول العراق بهذه الأزمة وتبديد الأموال العراقية الذي أسهم بشكل كبير جداً حالة الإرباك وعدم الوضوح في عملية توجيه الإرادات الفلكية التي دخلت العراق خصوصاً بعد 2009 إلى 2019 حقيقةً قدرت بمبالغ أكثر من تريليون دولار صرف منها بحجود حوالي 650 مليار أي هناك ضياع بحجود حوالي 450 مليار دولار تم هدرها وكذلك أو سرقتها أو تحويلها لمصالح شخصية أو غيرها وهذا هو الذي أدى إلى وجود أزمة مالية مستمرة بحيث حتى أثناء ارتفاع أسعار النفط كانت الموازنات بها عجز والعجز هذا وهمي من أجل استمرار عمليات النهب والسرق طيب نبقى يعني بالفساد الحكومي كيف لحكومة أن تقبل باستقبال مزيد من العمالة الأجنبية في ظل معدلات فقر تقفز لمستويات لم تشهدها البلاد من قبل هناك سياسة واضحة حقيقةً منذ 2003 ولغاية اليوم منع العراق كأن هناك قرار فيتو لمنع العراق استخدام موارده في عمليات البنية التحتية في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وغيرها كي يبقى تابعاً وخاصة إيران نعم الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح لو كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان شكراً جزيلاً لك